السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا هي اليوم الثلاثاء 15-8 أب أغسطس طبعا القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح يظل في برج الأسد لغاية مساء يوم الغد الأربعاء لا ينتقل بعدها للعدراء يعني اليوم وبكرة القمر موجود في برج الأسد وبما أن القمر موجود في برج الأسد معناته اليوم وبكرة بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا اليوم التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لألنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية وهي الزاوية الوحيدة لليوم تقريبا مع القمر والزاوية الأخرى اليوم رح تبدأ تأثيراتها الزاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي زاوية ذروتها الساعة 44 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش فيجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع أو أي مشروع بحجم أكبر من حقيقته بنثق في وعود غير واضحة ونقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقضين من نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل لأنه هذا شيء ممكن يعرضنا لعصر هضم أو تخمي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين نبتون هاي الزاوية بدأت اليوم تأثيراتها اللي هو اليوم 15-8 ورح تستمر تأثيراتها ليوم 30-8 يعلن نهاية الشهر ذروتها يوم 22-8 طبعا يوم 22-8 ساعة 38-33 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بينتابنا بسبب هاي الزاوية شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي وممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا بأنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم بالفترة هاي ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة وتسبب لهم مشاكل كبيرة فعشان هيك بتكوا تركزوا بشكل جيد برضو هاي الزاوية بتضعف أو بتضعف إرادتنا وقدرتنا على الكفاح والمبادرة وبتثير من رغباتنا الجنسية اللي ممكن إنها تسبب لنا نزاعات أو مشاكل وبرضو هاي زاوية بتسبب إنها نزاعات مع محيطنا وممكن إنها هيك تخلي بعض الأشخاص إما يلجأ للكحول أو للأدوية مهدئات مخدرات بطريقة يعني هروب من الواقع وبرضو بتسبب حوادث بتيجي عن طريق الماء يعني أعصير، طوفان، ماء، غرق، سوائل، بترتفع، أسعار نفط بيصير عليها مشاكل وبرضو إشي إلو علاقة بالغاز أو الضباب وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضى وقت ممتع معاهم وهاي فترة مثمرة إيجابية بتنجحوا في حملة للترويج لشيء معين وعشان هيك لازم اليوم تكون جريء بعملية الطرح ولكن انتبه من المحتالين اللي ممكن أنهم يستغلوك أو يوهموك بشيء وما يكون على أرض الواقع ابتتسار على الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض أو احتفال أو مناسبة أو حدث يفرحك على المستوى العاطفي أيضا الأجواء جيدة وعلى مستوى العلاقة مع الأبناء أيضا ولكن اترك الوسواس والعصبية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تلمس وتوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي في بعض الأوقات ولكن بدك تتخلى عن مواقفك المتحفظة وتتجنب العمليات الجراحية خلال هذا اليوم وحاول أنك تأخذ فترة منتقطعة من الراحة واستشير طبيبك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي ممكن القلق يكون مش عشانك ممكن عشان أحد الأحبة أو أحد أفراد البيت برضو اليوم للي بفكروا يهتموا بمسائل الحلاقة بالسكن تصليحات أو ترميم أو يعني حل بعض المسائل العائلية اليوم مناسب بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو يمارسوا هواي معينة أو رياضة مثلا وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم الطاقة عالية جدا للحركة والاتصالات وبالطالعك هاي الفترة بأخبار ممتازة جدا هاي فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات على أنواعها فما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليون والدبلوماسية في التفاوض ابعد عن العصبية والكلام الجارح ابتكثر عندك اليوم الزيارات والتنقلات أيضا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي على الأغلب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو مصاريف الزيادة أو نزوة تسوق أو نصابين محتالين وممكن تعالج استحقاق مالي أو تسدد بعض الديون أو ترتب وضعك المالي أهم مش إنك ما تتصرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شي إنك تتفائل وتعرف بأي اتجاه رح تمشي الأهم زي ما حكينا انتبه على أموالك من الصرقة أو ضياع أو من المحتالين بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية اليوم رح يرجع لكم مشاطكم المفقود وطاقتكم بشكل كبير بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي وبتقدر اليوم توضح من وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك وبتشعر بالحماس الفائضة وممكن تنشغل بوضع حجر أساس لمشروع أو لفكرة أو تحدد خطوات معينة بتملك أفكار باهرة اليوم وحلول مذهلة وممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بسيطر التعب عليكم فبتكوا تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير يمكن لاحظتوا أن الطاقة بلشت تنزل شوي لأنه والإشي الشمس في بيت المتاعب ولأن القمر في بيت المتاعب والزهرة بتتراجع في بيت المتاعب فمعناته بدك تحذر اليوم من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنها ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك وابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم أي قرار ولا تكون لجوج ممكن يخذلك الحظ فبدك تصبر لصباح يوم الخميس أو لبداية يوم الخميس لتبدأ الطاقة ترجع من جديد مع وصول القمر لعندك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم الطاقة الاجتماعية عالية جدا منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر وسرعة بديهة ودماثة عالية جدا بالتواصل مع الجميع ولفت الأنظار بتحدد توجهتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف لقاءات داعملة إليك أهمش أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي ممكن اليوم تستثمر في أحد الأشخاص أو أحد المعارف لمصالحتك أو مساعدتك في أمر ما برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم تتركز أهتماماتكم حول المحافظة على سمعتكم ومصالحكم في مجال العمل هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك يعني ما تنفعل وحاول تكون هادئ على الآخر عشان ما تشوه سمعتك بأي تصرف بدك تتجنب مخالفة القوانين وتحرص على استقرارك وتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها لازم تستغل هذا اليوم لتدعيم مواقفك يعني بمعنى آخر تداوم بوقت باكر ما تتغيب عن عملك حسن علاقتك مع المسؤولين إذا عندك مشروع ممكن تكافع عليه اليوم تقدر تقدمه برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركه في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم أيضا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافروا في رحلة أو تفرح لانفراج وتسوي مهمة ممكن اليوم يكون عندك امتحان أو مقابلة أو حتى مراسلات أو أوراق حابة تصدقها إشي العلاقة بسفر أو دراسة الأجواء ممتازة جدا حتى للالتحاق بدورة دراسية أو رياضية وممكن تهتم اليوم بهواية جديدة عندك حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل قوي جدا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم التركيز رح يكون على الأمور المالية المشتركة فبتعيدوا اليوم تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة أخرى ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية أو من المحتالين والنصابين ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ميراث مثلا أو الطالب بحقوق لإلك أو تحصل على تسوية اللي كنت تحلم فيها تسوية لحل مساكل أو نزاعات مالية أو ممكن أنك تناقش موضوع مهم وتجتاز امتحان صعب عشان هيك بدك تعالج الشؤون الخاصة بشكل جيد جدا وبعقلانية وأيضا الشؤون العائلية لأنه ممكن تهتم بصحة أحد أفراد العائلة أو يصير فيه حدث عائلي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر طبعا الشركاء المقصود فيهم شركاء المال أو العاطفة يعني بين الأزواج أو شركاء العمل فبدك تحاذر من الخلافات برضو وما تدخل تضخم الأمور بشكل كبير ما بتبدو اليوم أنت هيك عندك حساسية عالية لأنه طاقتك ضعيفة والقمر مقابلك شوي بخليه الحساسية عالية وبصيء نسبة التوتر بترتفع بشكل كبير وهذا الشيء ممكن يسبب لك نوع من أنواع القلق حاذر من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يسبب لك مشاكل أو خصومة مع أحد الأطراف فابعد عن المشاكل لأنك أنت الحلقة الأضعب برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا العمل بيبدأ بالتراكم لديكم لأنه صار القمر في البيت السادس اللي بيركز على العمل وعلى الصحة فعشان هيك حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك لأنه زي ما حكينا اليوم بدك تركز على الأعمال المهمة طاقتك شوي بيكون فيها نوع من أنواع الضعف فبدك تنتبه لغذائك وراحتك وحاول أنك ما تهمل الواجبات مهما كثرت أو صعبك وراعي ظروفك الصحية وكون دقيق ومنظم ومراعي لظروفك ومعنوياتك ومرضو حاول أنك يعني لو حد من زملائك بالعمل حاول يستفزك حاول تمسك أعصابك في بعض موليد برج الحوت ممكن يبدأ عمل جديد أو عرض جديد إلى عمل معين أو ينجز أعمال مهمة يكرم عليها هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر